أهلا بحضراتكم من جديد وحديث بالطابع عن مباراة الأهل بين الأهل وبايراني ميونيخ بالأمس وبالتالي تأهل بايراني ميونيخ للمباراة النهائية لمواجهة تجرس المكسيكي والأهل سيواجه بإذن الله بالميراسيوم الخميس على تحديد المركز الثالث والرابع هعيز أقول كلمتين متعلقين بمباراة الأمس أول حاجة مهم جدا لجمهوري نادي الأهل يبني على الأحداث اللي موجود فيها الأهل في كاس العالم للأندية أنت موجود في حدث كبير جدا كاس العالم للأندية والمشاركة رقم 6 النهاردة لو بنتكلم عن أساطير الكرة في الفيفا بتتكلم على فكرة خفير مسكرانو كاكا خليو سيزار الكل بيتكلم على مشاركة جيدة وانطباع جيد يعني النادي الأهلي عمل شكل جيد جدا في هذه البطولة الكل بيتكلم عليه بل بالعكس كمان الكل بيشيد بتجربة جماهيري النادي الأهلي في هذه البطولة وبالتالي لازم نبني على هذه الخطوات لأن احنا عندنا جيل كان بعيد عن بطولات إفريقية آخر 7 سنوات وبيسعى من جديد لكتابة تصطير تاريخ جديد للنادي الأهلي بعد حقبة زمنية كانت فيها إنجازات على أعلى مستوى من 2005 إلى 2013 بتبني جيل من دلوقتي لعشر سنوات قدام البداية موفقة ولو النادي الأهلي بيقارن نتائجه في هذه البطولة هو بيقارن نتائجه بنتائج نفسه مع البطولات السابقة مش عايزة روح في فكرة قصف الجبهات والناس تقول لك أصل لو كان فريق تاني هو كان موجود كان ممكن يعمل أداء أفضل من كده لا النادي الأهلي لما بيقارن نتائجه بيقارن نتائجه بنتائج نفسه في كاس العالم للأندية فبالتالي هذه المشاركة لو بنقارنها بأول مشاركة عام 2005 لا في أداء أفضل في نتيجة أفضل بتلب على المدالية بعد غياب حوالي 7 سنوات النادي الأهلي عنده مجموعة من اللعيبة بإذن الله يبني عليهم للفترة الجاية ومهم جدا الجمهور يبني على ده كمان الفترة الجاية لأن حجم الاستفادة الفنية والمادية والتسوقية لو وجود الأهلي في حدث استثنائي زي كاس العالم الأندية ما تخلوش حد أبدا أو إطلاقا يقلل منه أو حتى شايف نفسه أنه هو بعيد عن ده فيحاول يضايقك أو يزعلك أن الأهلي خسر حتى أمام بطل أوروبا بالمناسبة أنتوا بتكلموا عن بيتسو موسيماني على مدار أكتر من حوالي 23 مباراة يوم ما تقول أول خسارة لمدير الفن للنادي الأهلي كانت أممين أمام باير نيميونيخ أمام بطل أوروبا أمام مدير فني هو أحسن مدير فني في العالم أمام فريق بيملك أفضل مهاجم في العالم وأحسن لعب في العالم في الاستفتاء الأخير للاتحاد الدولي فيفا على كريستيانو رونالدو وعلى ليونيل ميسي فبالتالي الأهلي في مكانة جائدة ربنا يكرمنا بإذن الله مباراة يوم الخميس نسعى لتحقيق مدير عشان نتوج بها كل هذا الشكل اللي ظهر به الأهلي في كأس العالم للأندي العالم كله يا جماعة بيتكلم عن الأهلي العالم كله بيتكلم عن الأهلي فلما نتكلم على أول خسارة أنتش بتقول أول خسارة أمام غزل المحلة أو أمام فريق في الدوري أو بطولة إفريقيا أنت بتتكلم أمام بطل العالم فريق كسب برشلونة 8 كسب توتنهام 7 كسب آرسنال كسب تشيلسي بنتاج كبيرة جدا بالمناسبة هي الفكرة مش في الخسارة 2 أو 3 أو 4 ده اللي يبين لك نتيجة المباراة أدائك مبارح أنت قدر إمكانك تتعمل أداء بطولي أمام بطل أوروبا في مباراة الأمس دي كانت جزئية مهمة جدا هايزة أبدأ بيها كلامي خاصة كمان بعد إشارة الفيفا إشارة الكاف إشارة العديد من نجوم الكرة في العالم والنهاردة أساطير الفيفا بيتكلموا على إنجاز الأهل الجايد في هذه البطولة ولدها المتميز وإشارة كبيرة جدا بجمهور النادي الآن